لتاريخ المسرح في فونتينبلو مهابة خاصة فكيف بالمسرح التاريخ نفسه؟ حشد من ساسة فرنسا وكبار مثقفيها في قصر فونتينبلو الإمبراطوري لافتتاح مسرح الشيخ خليفة بن زيد النهيان مسرح نابليون الثالث الذي أسس في القرن الثامن عشر بقي مغلقا لعقد ونصف من الزمن كما تركه الإمبراطور شارل لويس نابليون بن بارت قبل أن يتكرب بترميمه وإعادة الروح إليه رئيس الدولة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زيد النهيان الحكومة الفرنسية أطلقت اسم سموه على المسرح كشكر وعرفان لدولة الإمارات وقيادتها بفضل دعم سمو الشيخ خليفة وهو النجل الشيخ زايد مؤسس العلاقات العميقة بين فرنسا والإمارات استطعنا تحديث وتنميم مسرح قصر فونتينبلو بالكامل هذا فخر كبير لنا كما تعلمون لدينا علاقات ثقافية كبيرة بين فرنسا والإمارات علاقات حيوية وهمة تترجم اليوم في هذا القصر الإماراتوري حقيقة هذه دلالة كبيرة بالنسبة لأننا في دولة الإمارات نفتخر بهذا الشيء أن هذا المسرح الموجود في مسرح إمبراطوري في منطقة فونتوبليون من المسارح المشهورة جدا وأن تحمل اسم سيدي صاحب سمو رئيس الدولة رائحة التاريخ تفوح من المكان فالقصر تعقب عليه على مدى ستة قرون أربعة وثلاثون حاكما فرنسيا من الويس السادس عشر حتى نابليون الثالث وإطلاق اسم رئيس دولة الإمارات على المسرح الوحيد في القصر يحمل أكثر من دلالة اخترنا اسم الشيخ خليفة بن زايد آلين هيان لأن سموه هو من تكرم بهذه الالتفاة الكريمة تجاه معلم تاريخي فرنسي وكان ذلك على هامش اتفاق إنشاء لوفر أبوظبي وسموه اختر بالذات تحديث معلم تاريخي في فونتبلو لأن سموه يعلم أن فونتبلو كانت إقامة دائمة لملوك فرنسا وفيها تاريخ وماضي ورمز ثقافة فرنسية ولهذه الأسباب اختار سموه المسرح بالتحديد هذه مناسبة همة جدا لأنها تظهر المكانة العالمية لقصر فونتبلو وتظهر أيضا مكانتها لدى أعلى السلطات في العالم فهنا يوجد أرفع التراث من خلال قصة فونتبلو وكما قال نابليون فونتبلو هي إقامة الملوك على مر العصور وإذا كان هناك مكان في فرنسا يرمز للحقبة الملكية وللدولة الملكية على مدى ثمانية قرون فيها فونتبلو المسرح الذي أسس عام 1856 يتسع لنحو 400 مقعد ويتوقع أن يستقبل مئات الآلاف من السياح من كل العالم بعد 150 عاما على إغلاقه يفتح مسرح نابليون الثالث بوابه مرة أخرى أمام الجمهور يوم السبت المقبل باسمه الجديد مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فالإمارات تعلم اليوم الراسخين في علم أبي الفنون كيف ينفض غبار النسيان عن المسرح محمد وموسي لأخبار الإمارات من مدينة فونتبلو جنوب غرب باريس ترجمة نانسي قنقر